بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فهو المتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمدا النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد كنا عرضنا الأسبوع الماضي إلى معنى بيع المرابحة وذكرنا أن بيع المرابحة عند القدماء هو بيع السلعة بثمانها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما وهذا البيع أيضا يسمى السبيع السلم الحالي مثلا يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مئة جنيه أبيعك إياها بمئة وربح عشرة جنيهات هذا هو المعنى الذي يقصدونه حينما يقولون اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة كما شرحنا ذلك من قبل وركن هذا العقل العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح فحيث توفر العلم بالثمن والربح فالبيع صحيح وإلا فباطل وهذه الصورة من البيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم لكن كما ذكرنا هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية والذي يسمى أحيانا بيع الموعدة وبما أن الأسماء قوالب المعاني فنحتاج إلى تحقيق هذا الإسم طبعا بعض المحافظين اختاروا لهذا النوع من التعامل وهو البيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تدريه المصارف الإسلامية في هذا العصر اختاروا له اسم بيع الموعدة لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به هذا الوعد أو غير ملتزما به وقامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات المتأخرة مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوي حلت محل الإقراض الربوي بقى موجود مكانها بيع المرابحة ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى نسبة 90% من عمليات الاستثمار وهذا يعني يؤكد ضرورة التأني والبحث العميق والمحايد عن حكمها شرعا قبل الانطلاق في العمل لها لأنها إذا شاعت سيكون التراجع عنها سريعا وبالحقيقة شاعت الآن بصورة كبيرة جدا فبالنسبة للوعد لا شك أن الوفاء بالوعد أو بالعهد أمر محمود وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم والأدلة في هذا يعني كثيرا أما الوعد المالي فإن العلماء يجرون الخلافة في حكم الوفاء به فضاءا باعتبار أن العدة هي وعد بالمعروف يعني إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة الوعد بالمعروف بتكون من صورة صور الإرفاق يعني مش كسب تجاري زي مثلا واحد يوعده بأنه سوف يقرضه يعيد العبد بأنه سوف يعتقه أو يهبه أو يتصدق عليه أو يعيره عاليا فالوعد بالمعروف مبني على الإحسان والارتفاق بين الناس أما بيع الموعدة فهو وعد تجاري وعد تجاري مع المصرف يتنزل هذا البيع بيع الموعدة على حديث حكيم ابن حزام رجال الله عنه لا يتبع ما ليس عندك لن نفصل حقيقة في خضية الوعد لأن الوعد التجاري في تفاصيل في خضية الوفاء به هل هو ملزم أم ليس الملزم لكن نتجاوز هذا خاصة هذا بحث يعني ذكرناه قديما وتحت حكم بيع المرابحة بالتفصيل لكن أنا أحاول أن أختصره أما صور بيع الموعدة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من الصلاح الحديث فأول هذه الصور أنها تنبني على التواعد غير الملزم من الطرفين لابد حتى يكون هذا التعامل حلالاً أن تنبني على تواعد غير ملزم بين الطرفين أن المعرب توجد فيه سلعة معينة المشتري يراها فتعجبه لكنه ليس يملك المال الحال الذي يشتريها به نقداً يذهب إلى البنك أو المصرف ويقول اشتري هذه السلعة وأنا أعيد كأني بعد أن تشتريها سوف أخذها منك فهنا في وعد أو نوع من التواعد فالمشتري يعيد بأنه إذا اشتراها لنفسه أولاً سوف يشتريها منه لكنه غير ملزم بذلك بحيث ممكن بعدما البنك بيشتري السلعة ممكن البنك يقول لا أنا لا أرغب في أن أوفي حبيعها لحد تاني أو بشبه كذلك المشتري نفسه الأول ممكن برضو غير ملزم غير ملزم بأنه إيه؟ لكنها لابد أساس أنها تنتقل إلى ذمة البنك يقبضها ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة وبأجل ما في مشكلة لكن المسألة أن البنك عندما تقوله أنا أريد السلعة أو الثلاجة أو السلعة بيأخذ عليك كل إجراءات التعاقد والضمانات ثم بعدما يضمن تماماً أن اشتريتها منه وهو لا يملكها بعد ذلك بيحوز هذه السلعة ويسلمها لك بتصورة يعني المعروفة حتى تكون هذه المعاملة حلالة لنبد أن تبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رعبة في شرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو سوف أربحكم فيها فهذا البيع كما ذكرنا يكون يعني جائزاً بهذه الصورة لأن البنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه مع أنه ليس على يقين من أن العميل سوف يشتريها فلو عدل أحدهم عند رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فالذي يجعل هذا التعامل داخلاً في حيز الجواز هو هذه الدرجة من المخاطرة هذه الدرجة من المخاطرة إنه ممكن أحد الطرفين لا يوفي ولا يحصل من جراء ذلك أي نوع من الالتزامات أو العقوبات أو نحو ذلك صورة أخرى أيضاً تبنى على تواعد غير ملزم بين الطرفين لكن هنا بيذكر مقدار ما سيبذله من ربح يعني يرغب العميل شراء سلعة معينة معينة إما نفس السلعة أو شيء من نفس جنسها فيذب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم وليه رغبة بشرائها بثامن مؤجل أو معجل وسأربحكم فيها زيادة عن رأس المال ألف جنيه مثلاً فهنا أحدد الإيه؟ الربح هذا البيع نوع من أنواع العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه إزداد في السلف لذلك هي حلة محل للقرض بالدين للقرض بالربح لأنها تقريباً فيه يعني معناها فهذا النوع طبعاً لا يجوز على الإطلاق لأنه صورة من صور العينة أما الصورة الثالثة وهي المرابحة المصرفية الشائعة الآن فتنبني على المعدة الملزمة يعني تعتبر نوع من العقد تعاقد واتفاق إرادتين على إنشاء حق فيحصل اتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح اتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح فيرغب العميل في شراء سنعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف فيذب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزماً بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك ويلتزم العميل بشراءها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقداراً أو أجلاً أو ربحاً إذن نلاحظ أن هذه الصورة الثالثة تتكون من المعدة ثانياً الالتزام بها الالتزام من الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة ودي المشكلة قبل حوزة المصرف للسلعة وقبل استقرارها في ملكه ونحن نعرف أن من شروط المبيع يكون حلالاً أن يكون مملوكاً لبائعها لا بد أن تملك يعني مثلاً واحد يذهب بالمحل أحياناً يشتري مثلاً منه لبنة فالراجل ما يكونش عنده يأخذ من الفلوس ويتفق على الشراء وهو ليس عنده وبعد أن يبعت يجيب من محل بجواره والتعامل هذا غير صحيح الداخل في بيع ما ليس عندك ممكن تفضل قاعد ما تشتريش وتمشي عقد معه وتتبادل المال لكن انتظر حتى يجلب السلعة ثم تشتريها بعد ما يملكها لكن يبيع لك قبل ما يكون عنده هذا الناس ستسمح فيه لكنه داخل في هذا النائي كما ذكرنا فهنا البنك يبيعها قبل استقرارها في ملكه مع ذكر مقدار الربح مسبقاً واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين يعني إما في ضمان البنك أو في ضمان الرجل نفسه هذه الصورة فحكمها البطلاً والتحريم لأنها آخية القرض بفائدة وكما ذكرنا إن العبرة أو كما هو معلوم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني فهذه المعاملة حفيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك لابد أن الشيء عشان تبيعه لابد أن يكون مملوكاً لبائعه فهنا أول مشكلة في هذا التعاقد أنه عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكاً حقيقياً وتستقر في ملكه فالبيع هنا بيع معلق البيع بيع معلق لأن المشتري بيقول للبنك إيه إن اشتريتموها اشتريتوها منكم فمعلق على هذا الشرط الأمر الثاني هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده فالبنك هنا يبيع للعميل ما لا يملك وقد نهي عن بيع ما لم يقبض لابد يملكه ويقبضه ثم بعد ذلك إيه يبيع لغيره فحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني المبيع فيسألني البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتعه من السوق فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وعلة التحريم هنا الغرر بالقدرة على التسليم وقت العقد لأنه لماذا اشترت أن يكون ممنوكا لبيعه حتى يستطيع أن يسلمه أو القدرة على التسليم كما ذكرنا من قبله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك إذن هذا يتضمن نوعا من الغرر لأنه إن باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه له ويسلمه له في هذه الحالة يكون مترددا بين الحصول وعدمه ممكن لم يروح يجيب السلعة دي بعد ما باعها وهي مش عنده هل هو يعني على يقين من أنه سيجدها قد لا يجده ففي تردد بين الحصول وعدمه فكان غررا يجبه القمار الذي نهى عنه الشرع الشريف فبعض الناس يظنون أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما وقالوا لا يصح بيع المعدوم وإن كان هذا الحديث لم يثبت وليس له أصل فلا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة لا الصفة بيحصل فين؟ في السلام في السلام نعم أيضا هناك عموم الأحاديث النبوية التي نصت عن نهي الإنسان أو على نهي الإنسان عن بيع مشترة ما لم يقبضها فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتع حتى يأويها التجار إلى لحالهم وقد صحت الأحاديث في هذا منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني حتى يكتاله يستلم بلي عن طريق الكيد على الأحوال لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحاله صحيح الحديث نص على الطعام لكن يفيد العموم لماذا؟ لأن الطعام هنا ترج مخرج الغالب ترج مخرج الغالب فلا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال من الأحوال أما العلة علة منع الإنسان أن يبيع ما لم يقبضه فيقول ابن القيم المأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء عدم تمام الاستيلاء وعدم من قطاع علاقة البائع عنه فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن الإخباط إذا رأى المشتري قد ربح فيه أيضا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فالمعادة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن تماما بيعتين في بيعة وضحك عشان نخرج من مخالفة الحديث الذي نهى بيعتين في بيعة ففي هذه الحالة المخرج هو أن تكون المعادة غير ملزمة للطرفين لكنها إذا صارت ملزمة صارت هنا وعدا أم عقدة إذا كانت ملزمة فقد صارت عقدا بعد إن كانت وعدا وكان هناك بيعتين في بيعة وهو من ينعن الأولى بين المصرف وعميله المشتري والثانية بين المصرف والبايع فأصبحت بيعتين في بيعة فيما يتعلق بالكلام على حديث من بتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وأن المأخذ الصحيح لمسألة إنسان لا يبيع مالا يقضده هو إيه؟ أن النهي معلل بعدم تمام الاستلاء الاستلاء الامتلاك القدر على التسليم فالنصوص إذا كانت صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض وأنه على عمومه وإذا كانت العلة هي عدم تمام الاستلاء والاستقرار في ملك المشتري فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا ويصافق ويربح فيه إذن الملك هنا المصرف أو البنك بيعمل عقد على إيه؟ على أساس أن ملكه هل ملك الاستلاء حقيقي أم تقديري؟ تقديري ليس حقيقي فالملك البنك هنا تقديري لا حقيقي واستلاءه عليه أيضا تقديري لا حقيقي فالمنع من هذا يكون من باب الأولى والله تعالى أعلم أيضا حقيقة هذا العقد أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة كلمنا الأسبوع الماضي عن هذا النوع من التحليل الذي يشبه تحليل المرء التي تطلقها الثلاثة فالسلعة ليست مقصودة لكن السلعة محللة فغايته أنه قرض بفائدة يجب أن يكون حيلة على الاقتراض بفائدة يقول الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشتريها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثنى عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في بيع ما لم يقبض قال إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجع ليس المقصد الطعام قال الخطاب وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعاب مؤجن غائب غير حاضر أيضا البيوعات المنهية عنها ترجع إلى قواعد ثلاثة عمّت البيوع المنهية عنها شرعا إما أن يكون ذلك بسبب الرمى أو بسبب الغرر أو بسبب أكل أموال الناس بالباطل فهذا النوع من البيوع يدخل فيه الغرر فقد روى الجماعة إلا البخارية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فطبعا هذا ليس من باب إضافة المنصوف إلى صفته يعني مش معناها نهى عن البيع الذي هو غرر لكن المعنى هي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله يعني نهى عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع المبيع الغرر فالغرر فين؟ في المبيع نفسه نهى عن بيع المبيع الغرر فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله فالمبيع نفسه هو الغرر نفس السلعة هي الغرر مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحه فهذا غرر الغرر فين هنا؟ في المبيع نفسه في الثمار نفسها الثمار لما تنضل ومش ضمنين أنها هتكمل الموية كذلك مثل بيع ما لا يملكه واضح؟ فأنواع المعدوم أولا في معدوم موصوف في الذمة اللي هو إيه؟ السلم والسلم جائز اتفاقا كما سنشرح إن شاء الله النوع الثاني معدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحه هي معدومة لسه لكنها تابعة لشيء موجود نفس الثمار بدأ صلاحه فهذا أيضا بيع إيه؟ جائز اتفاقا كذلك معدوم موصوف في الذمة وهو السلم وهذا جائز اتفاقا معدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها هذا جائز اتفاقا النوع الثالث من معدوم معدوم لا يدرى أيحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله بل يكون المشتري منه على خطر فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غرارا فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهبا ويحصله ثم يسلمه المشتري كان ذلك شبيها بالخمار والمخاطرة من غير حاجة بهم إلى هذا العقل ولا تتوقف مصلحتهما عليه أيضا بيع المرابحة الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين بيع المرابحة يفضي إلى بيع مؤجل البدلين إزاي مؤجل البدلين هل المصرف يسلم السلعة في الحال؟ يبقى أول شيء البدل الأول اللي هو السلعة غير موجود عند التعاقد فلا المصرف يسلم السلعة في الحال عند التعاقد مع البنك ولا العميل يسلم الثمن ولا العميل يسلم الثمن لماذا؟ لأنه سيبعه له بإيه؟ بأجل دين واضح ولا مش واضح يعني اللي فلوس موجودة ولا السلعة موجودة في التعاقد ده فالسلعة مش موجودة عند المصرف ويبعها هو لم يمتلكها والبديل اللي هو المقابل اللي هو الثمن لأن العميل لا يسلم الثمن لماذا؟ لأن أصلاً هو ما لم يلجأ إلى هذا النوع من البيع إلا عشان يفر من السلال الفوري عشان تكون مؤجلة بزيادة فإذاً هذا البيع المربحة في الصورة دي مع الإلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدليني ها؟ اللي هو بيسموه بيع الإيه؟ الكالب بالكالب أو بيع الدين بالدين فالسلعة دين والفلوس كمان إيه؟ دين وهذا منهينا عنه فلا المصرف فهذا يفضي إلى بيع مؤجل البدليني فلا المصرف يسلم السلعة في الحال عند تعاقده مع البنك ولا العميل يسلم الثمن وإلا لم يلجأ إلى هذا البيع ابتداءاً وهذا ابتداءاً الدين بالدين أو الكالب بالكالب بمعنى أن السلعة دين والثمن دين وهذا أجمع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه مع أن حديث النهي عن بيع الكالب بالكالب ضعيف لكن معناه الفقهاء متفقون عليهم إلا أن يجتمع الثلاثة إلا أن يجتمع الثلاثة المصرف والمشتري والبائع أو ممثل عن كل واحد منهم في مجلس واحد فيدفع المصرف الثمن النقدية إلى البائع ويسجل الثمن المؤجل بذمة المشتري فهذا رباً واضح بتواطئ الثلاثة يعني ما فرقتش غير أن فيه وسطة في النص بتدفع الفلوس لكن هي انتهت بإيه؟ إن البنك بيكأنه يعني يسلفه مثلاً عشرين ألف بإيه؟ بثلاثين أو بخمسة وعشرين ألف بالضبط كده فيقول له مثلاً أشتريه منك المشتري اللي هو يقول المصرف يعني أو أخصد أن المشتري بيقول له أشتريها منك لأجل بخمسمائة للمصرف فالمصرف بيسجل الثمن بذمة المشتري وبعدين المصرف يدفع الثمن نقداً لمن؟ ليه البائعة اللي هو صاحب المعور طيب إيه الفرق بين الصورة اللي بتحصل دي؟ وبين إذا ما قال المصرف مباشرةً أقردني أربعمائة وأسددها لك إلى أجل بخمس بائد لكن فرق هو دفعها له ثوراً للتاني فكأنه دفعها له وضح فدي البيع الخارق بالكارق كما يعني ذكرنا إذن بعض الناس تقول طب ده بيع وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأحل الله البيع فدي تدخل في عموم البيع نقول البيع اللي هو حلال إما أن يكون مقايبة عيناً بعين وإما أن يكون صرفاً لهو ثمن ها بثمن وإما أن يكون السلم الذي هو ثمن أيًا بعين وإما أن يكون عين بثمن اللي هو البيع الخبر نفس المقلقة حالى أو مؤجلاً فهذا البيع يشمل المربحة اللي هي عين بثمن لكن يشمل المربحة ب говорят؟ باصطلاح السلف اللي بدأنا الكلام به المرابحة باصطلاح السلف وليس باصطلاح يعني المتأخرين إذن الضوابط الكلية التي تجعل بيع المواعدة اللي هو بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجري المصالف الإسلامية في دائرة الجوازية أولا كلوها من الانتزام بإتمام البيع هتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض لازم تخلوا من العملية بإيه الالتزام من الطرفين ثانيا خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين اللي هو العميل أو المصرف بل هي على الأصل من ضمان المصرف ثالثا ألا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه والله تعالى أعلم ده باختصار لأن هذا البيع من البيع الشريع الآن جدا فحتاجنا أن نوضح هذه التفاصيل يقول باب الثاني في الربا وفيه مسائل الأولى تعريف الربا وحكمه تعريفه الربا في اللغة الزيادة طبعا المقصود هنا الزيادة على رأس المال الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت يقول تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أما الربا شرعا فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه زيادة عباط زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عباط أما الربا فحكمه أنه محرم في كتاب الله تبارك وتعالى قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عز وجل يأيو الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أيضا حتى في التورا والإنجيل الربا محرمة وتواعد الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي لا يقومون من كبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صبعه وذلك لتضخم بطنهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار كما في الحديث سبع المبقات من السبع المبقات أكل الربا ولعنى كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا فعن جابر رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء وهذا رواه مسلم وقد أجمعت الأمة على تحريمه في الحديث قضية الربا يعني هناك دراسة مهمة جدا في باب الربا دراسة رائعة ووافية ومفيدة وهي الكتاب مبارك لدكتور فضل إلهي ظهير التدابير الواقية من الربا في الإسلام من أحسن الكتب في هذا باب لأنه ينظر للقضية بنظرة شاملة ومنتزم بالأدلة الصحيحة وضوابة الفقه في الكتاب رائع جدا من الكتب المهمة والحقيقة غالب كتب يعني الأصل في كتب الدكتور فضل إلهي أنها كتب مباركة وسلسة وعميقة في نفس الوقت التدابير الواقية من الربا في الإسلام أما الحكمة في تحرمه فالتعامل بالربا يحمل على حب الذات الأنانية والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة وتحرمه رحمة بالعباد فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النفعة فالربا يعمل على خلق طبقة طفيلية طبقة طفيلية تنمو على حساب غيرها هذه الطبقة مترفة لا تعمل شيئا فتتضخم الأموال في هديها دون جهد مبذول كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسد لما بالقرب الحسن وتحكم طائب طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد وهو معصية عظيمة لله سبحانه وتعالى وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه قال تعالى يمحق الله الربى ويربي الصدقات طبعا ده شيء واقع أن الله تعالى يعامل المرابية بنقيض قصده وارتكب كبيرة الربى بقصد أن يزيد ماله فيعامله الله بنقيض قصده ولذلك دائما ما يقول الربى إلى كساد وانهيار وخسران مبين وسالوا المرابين ينبئوكم النماذي الكثير جدا الناس الجشعين الذين يدخلون في هذا النوع من النشاط الطفيل بينتهي بهم الأمر إلى البوار والخسران ودي شيء يعني متواتر متواتر تجارب أولئك الطامعين الخائضين في هذا البحر المهلك الدوي تنتهي بالخسران وبوحق البركة تماما من هذا المال نعم فأيضا الربى وسيلة دائما ما كان الربى وسيلة إلى الاستعمار كما كان يقال الاستعمار يسير أو يمشي خلف تاجر أو قسيس تبشير بالكفر أو تاجر المرابي وإذا ذكر الربى فطبعا يتبادر إلى أنهاننا النشاط اليهودي الاقتصادي في استعباد الأمم وإذلالها والسيطرة عليها كما حصل في أمريكا وفي الغرب وفي كثير من بعض العالم الجشع اليهودي وإذلال الأمم عن طريق يعني الربى الربى فالربى يعني شيء قبيح وشيء مرفوض في كل الشرائع يعني السماوية ونشك أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى ما حصل في هذا ما يسمى بالأزمة الاقتصادية والانهيار العالمي الاقتصاد في الفترة الأخيرة وهو أن شؤم الربى واضح جدا في مثل هذه الأزمة أما أنواع الربى فهناك ربى الفضل وربى النسيئة أما ربى الفضل فهو بيع جنس الواحد مما يجري فيه الربى بجنسه متفاضلا لما نتكلم على الأجناس الربوية هناك ستة أنواع أو أجناس نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الذهب والبر والتمر والفضة والشعير والملح فهو بيع جنس الربوي العلماء اختلفوا يعني عمت العلماء ذهبوا إلى أن هناك هنا الحكم معلم صحيح هو نص على أشياء معينة لكن إذا وجدت نفس العلة في أمور أخرى فإنها تأخذ نفس الحكم فيعتمد جنسا ربويا فقالوا مثلا الذهب والفضة علتهم السمانية ثمانية عملة اثتمى الذهب والفضة دراهم والدنامير الأمور الأخرى بقى اللي هي البر أو التمر أو الملح مثلا والشعير فبعضهم قال هي قوت والدخر مثلا وهكذا يعني فمتى وجدت العلة في شيء هو جنس ربوي تجري عليه أحكام الربا التي سنذكرها فربا الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا مثلا يبيع كنتار قمح بقنتار وربع من القمح كنتار قمح بقنتار وربع من القمح أو يبيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر أو يبيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من الفضة فهذا هو ربا الفضل بيع جنس واحد مما يجري فيه الربا بجنسه من نفس الشيء بس بإيه بتفاضل متفاضلا أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة وربا النسيئة قسمان أولا ربا الجاهلية والذي جاء فيه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضعفا حفيقة هذا الربا ربا الجاهلية أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل وعندما يحل أجله يقول له إما أن تقضيني أو أزيد عليك إما تسددني الآن وإما أزيد عليك فيه مقابل التأجيل فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظر مدة أخرى وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف ومن ربا الجاهلية أن يعطيه عشرة دناريج مثلا بخمسة عشرة إلى أجل قريب أو بعيد النوع الثاني من ربا النسيئة فقلنا فيه ربا الجاهلية وربا النسيئة هو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا بآخرة مما يدخله الربا لسيئة يعني يعني الربا الفضل اللي يبيع فيه جنس واحد يعني أمح بأمح بس مع التفاضل تمر بطمر بفضة بفضة لكن مع ايه التفاضل لكن الربا النسيئة النوع الثاني هو أن يبيع شيئا يجري فيه الربا بآخر مما يدخله الربا نسيئة فهو جنس ربوي بجنس آخر بس الربا برضو مش من نفس النوع نسيئة فهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخرة مما يدخله الربا نسيئة مثلا يبيع الرجل قمطارا تمرا بقمطار قمحا إلى أجل مثلا يبين في اختلاف في الأجناس لكنه إلى إيه أجل عشان كده نسيئة لكن ذا جنس ربا وذا جنس ربوي أو يبيع عشرة دنانير ذهبا بمائة وعشرين درهما فضة إلى أجل مثلا الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه فانتبه هنا الربا في الأجناس الرباوية يكون من ثلاثة أوجه أولا أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلة يعني بيع ذهب بذهب بر ببر تمر بطمر لحديث بلال كان عندنا تمر رديء فبيعت صاعين بصاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري تبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به واضح فده أول وجه بيحصل فيه الربا في الأجناس الرباوية هو إيه أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلة اللي وحنا اكلمنا عنه هو ربا الفضل جنس ربوي بنفس الجنس مع التفاضل النوع الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الربا في الربويات أن يباع الجنسان المختلفان الذهب والفضل أو البر والتمر لبعضهما البعض أحدهما حاضر وثانيهما غائب واضح يباع هنا بيبيع جنس ربوي بجنس ربوي مختلفا عنه لكن بإيه ببعضهما البعض واحد منهم حاضر والآخر غائب ده صورة أخرى من سؤال الربا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع منها غائبا بناجز حاضر لا تبيع منها غائبا بناجز ولحديث أيضا بيع الذهب بالفضة يدا بيد بيع الذهب بالفضة يدا بيد ولحديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء يعني إيه يدا بيد مناجزا الوجه الثالث من الربا أن يباع الجنس بجنسه متساويا ولكن أحدهما غائب نسيئة أن يباع الجنس بجنسه متساويا لكي يتفاضل معه لكن أحدهما غائب نسيئة لأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثل متساويا غير أن أحدهما غائب لحديث البر 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 ربا إلا هاء وهاء لكن يعني بناء على هذا نقول إنه لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس إذا اختلف للأجناس الرباوية وتم البيع حالا بدون تأكيد فهذا ليس فيه ربا فلا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما نسيئة وهو بيع النقدين فيجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا وبيع البر بالطمر أو الملح بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد الحال أي لم يكن أحدهما نسيئ الحديث إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أيضا لا يجري الربا في مثل الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر من جهة ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى كما أنها ليست من الأغرية الأساسية كالحبوب والثمر واللحوم الوارد فيها النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التقديم نستعرض كلام المصنف هنا في أنواع الربا يقول أولا ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا مثاله أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألف ومئة صاع من القمح ويتقابض المتعاقدين المتعاقدان العوضين في مجلس العقد فهذه الزيادة وهي مئة صاع من القمح لا مقابل لها وإنما هي فضل لكذا اسمه ربا الفضل أما حكمه فقد حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وذي تسمى أصول الربويات فأصول الربويات ستة الذهب والفضة البر والشعير التمر والملح فإذا بيع واحد من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخر والمعطي سواء وهذا متفق عليه يقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل أي شيء أخر يشارك هذه الأشياء في العلة فيحرم فيه التفاضل فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن طبعا الدهب والفضة مش بكار وتوزن لكن العلة تمانية عملة عملة مثلا دولار وجنيه أو ريال سعودي وجنيه لا يجبز هذا ربا فلا بد أن يكون في مجلس واحد أما الأمور الأخرى اللي هي البر والشعير والتمر والملح علة الربا فيها هي أنها إما أن تكال وإما أن توزن الكيل والوزن فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة النسيئة معناها كما قلنا التأجيل أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل أما تعريفه فهو الزيادة في أحد العواضين طبعا لابد أن نفهم أن الزيادة هي زيادة المشروطة الزيادة المشروطة فإذا اتردت من واحد شيء وردت له بزيادة ولم تكن قد اشتردت في العقد الربا الحرم هو زيادة المشروطة لكن الرد بأحسن مما أخذ ده نوع من حصن الاختضاء فإذا الربا النسيئة هو الزيادة المشروطة في أحد العواضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقضها كما شرحنا مثاله أن يبيع شخص ألف صاع من القمح بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقبضان وحكم وحكم هذا النوع التحريم فإن نصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا وهذا الذي كان معروفا في الجاهلية وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة ولا تبيع منها غائبا بناجز ولا تبيع منها غائبا بناجز بحضر والناجز بحضر وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسئة فهو ربا المسألة الرابعة صور لبعض المسائل الربوية يتبين لنا من خلال تطيق القاعدة الأتية وما اشتملت عليه معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة هذه القاعدة هي أولا إذا بيع الربوي بجنسه يعني إيه الربوي يشمل الأصول الستة أو ما كان فيه معناها أو وجد فيه علته إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان أولا التقابض من الطرفين في مجلس العقدي قبل أن يفترق ثانيا التساوي بينهما بالمعيار الشرعي المكيل بالمكيل والموزون بالموزون أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد هو التقابض من قبل التفرق أما التساوي فليس بشرط وإذا بيع الربوي بغير الربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض وفيما يلي بعض الصور وأحكامها أولا باع مائة جرام من الذهب بمائة جرام من الذهب بعد شهر هذا محرم وهو من الرمى لسبب إيه أنهما لم يتقابض في المجلس مثلا اشترع كيلو جراما من الشعير بكيلو جرام من البر جاز لاختلاف الجنس لكن يشترط التقابض في المجلس باع خمسين كيلو جرام من البر بشاه جاز مطلقا سواء تقابض في المجلس أو لا لأن الشاه ليست جنسا ربوي باع مائة دولار بمائة وعشرة دولارات لا يجوز اقترب ألف دولار على أن يعيد بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار لا يجوز باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة لا يجوز إذ لا بد من التقابض يدا بيد لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من بيع من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوين ولا تقابض ثم انتقل إلى باب القرد والقرد لغة نواة القطع القرد القطع وسمي المال الذي يكهذه المقترد بالقرد لأن المقرد يقطع قطعة من ماله ويقرضها إياه فالقرد هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله وهو مشروعه وليس هو وسيلة من وسائل الكسب والاستغلال ولهذا لا يجوز أن يرد المقترد إلى المقرد إلا ما اقترضه منه أو مثله فلا يجوز الحرمة الحرمة هنا مقيدة بما إذا كان نفع القرد مشروطا أو متعرفا عليه قال جابر كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني وهذا متفق عليه كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني فالزيادة هنا ليست مشروطة فهذا إيه خير الناس أحسنهم قضاء كذلك الزيادة المشروطة أو إذا كان العرف أيضا داخل فيه لو العرف بتاع الناس أن اللي بيقرض شيء يرد إليه مثله أو عرف بتاع شخص معين يبقى اللي بيقرضه عارف أنه حدهله بزيادة فنفس الشيء نفس الحكم لا يجوز فالمهم أن تكون الزيادة إيه لا يكون نفع القرض مشروطا ولا متعرفا عليه وهو مشروع ويدل على مشروعيته عموم الآيات القرآنية كقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فاستعمال كلمة القرض الحسن هنا فيها بيان لمشروعية الإقراض وهذه السورة كذلك الأحاديث الشريفة الدلة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد دفاقته وأجمع المسلمون على جواز القرض روى أبو غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرى وهو الفتي من الإبل فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل ببكره بكره الجبل فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا ربعيا خيارا يعني مختارا وربعيا استكمل ست سنين ودخل في السبع استكمل ست سنين من عمري ودخل في السبع فطعا حلت أحسن من البكر فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا ربعيا فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءا والحديث متفق عليها ومن الأدلة على فضله حديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة بعض العلماء حسن هذا الحديث وضعف إسنده البصري في مصباح الزجاجة أما شروط القرض فلاجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه يعني ما تقولش أقرضك مثلا ألف جنيه بشرط أن تقرض لي بعد ذلك أنت أيضا مبلغ من المال فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه لأن المقرض في هذه الحالة اشترط نفعا وكل قرض جرى منفعة فهو ربا طبعا هذه العبارة الشائعة في كتب الفقه هي عبارة عن قاعدة فقهية صحيحة لكنها ليست بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا هذه قاعدة فقهية صحيحة لكنها ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يسكنه داره مجانا يعني أقرضك مقابل أن أسكن دارك بلا أجرة أو بأجرة مخفضة أو مقابل أن يعيره دبته أو أي شيء آخر أو أي ذلك من المنافع فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك وأجمع الفقهاء على منعه ثانيا من الشروط أن يكون المقرب جائزا تصرف بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه لأن عقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف ليس للمقرب أن يشترط زيادة في ماله الذي أقربه لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها بل يتقصر على المبلغ الذي دافعه للمقترض أولا إذا رد المقترض على المقرب أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء ويدل عليه حديث أبي رافع السابق خامسا أن يكون المقرب مالكا لما يقرضه ولا يجوز له أن يقرب ما لا يملك الحقيقة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض يعني واحد يقترب منك يريد تقرضه لأنه تبرع المحط فدالتالي لا يشترط الأجل لكن المقرب ممكن يطالبه ببادله في أي وقت بالحال أو بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع المحط وللمقرب أن يطالب ببدله في الحال فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا وقال مالك والليث بن سعد وابن تيمية وابن قيم يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم في اشتراط الأجل فلا يطالبوا قبل الأجل وضع من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض أو يتفق البنك مع المقترد على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المختفق عليها على أن يردها المقترد كاملا مثلا يطب المقترد من البنك مبلغ مئة ألف فيعطي له البنك ثمانين ألفا ويشترط عليه أن يردها لأ هذا من الربا المحرمي أيضا الحقيقة أن موضوع الربا كان مناسب أن نتكلم بالتفصيل شوية الموضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وكيف أن الإسلام احتاط لمثل هذه الانهيار أو مثل هذا الانهيار لكن سننظر إن بقي وقت مناسب الشيء لا نتكلم وإلا فنرجى إلى وقت آخر الباب الرابع في الرهن طبعا الرهن هو جعلوا عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء الرهن جعلوا عين مالية مالية يعني لها قيمة مالية في نظر الشرع مرهن شخمرة مثلا لأن هذا مال غير متقوم واضح؟ فلابد أن يكون جعلوا عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرع الشريف وثيقة بدين وثيقة بدين يعني شيئا مستوثقا به لماذا؟ لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سناد أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها لحسب ذلك الدين بيرهن شيء يساوي قيمة هذا يعني الدين بحيث إذا حل الأجل ولم يورفي في هذه الحالة يحكم القاضي بإيه ببايعها واستفاء ثمنها ببايعها فطبعا هنا كما أشهرنا الأسبوع الماضي الاستثار شيء مطلوب لأن الإنسان إذا حصل الوثوق برجوع حقه إليه والضمانات فإنه يقبل على فعل المعروف مع الناس فالاستثاق له صور أعلى صور الاستثاق يرأيه الرهن فالرهن هو أعلى مراتب الاستثاق لأنه معا شيء بديل إذا ما جلم الأجل وما نفعش الدين هيقدر يبيع سيبقى عنده ذهب أي شيء له قيمة يباع فإذا كان مساويا لقيمة الدين يباع كله وإلا فإنه إيه؟ يستوفي منه ما يساوي في متى دينه طيب الشهادة في الحقيقة هي فقط لإثبات الحق وليست لاستيفائه الشهادة تثبت الحق لكنها ليست وسيلة يستوفى عن طريقها هذا الحق يروح بقى عند القضي وإيه؟ ويشهد والله أعلم هيقدم إيه بقى؟ لكن كما ترون الرهن ثم الكفالة ثم الشهادة هي مراتب الاستثاق إذن الرهن جعل عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرق وثيقة بديل ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء طيب هذا النوع من الرهن اسمه إيه القانون؟ أحد يرى في الصلاح القانوني؟ الرهن الحيازي الأصل في مشروعية الرهن قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبة فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة طيب بعض الناس قد تقول هنا قيد إن كنتم على سفر فهنا قيد الحكم بالسفر فهل هذا له مفهوم؟ ليس لهم مفهوم بماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب لأن غالب مثل هذه الحالة بتكون في حالة السفر زي مثلا إيه تأكلوا ربا أضعافا مضعفا هل هذا له مفهوم؟ ليس له مفهوم لكن الغالب خرج مخرج الغالب أيضا يعني بعض الملبسين والمدلسين يقولوا للناس إيه؟ لا يوجد منه من الرمز كتنسبة ضعيفة الحرام لما يكون أضعافا مضعفا فهذا من تلبس إبليس على هؤلاء الناس لكن فلأن هذا القيد هنا غالبي خرج مخرج الغالب أغلب المعاملات كده كذلك هنا وإن كنتم على سفر التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وذلك خلافا لمجاهد والضحك والظاهرية أيضا قصروا مشروعيته على السفر لهذه الآية لكن الحديث حجة عليهم وهو حديث إبا أن الحديث الذي دل على أن هذه الآية لا مفهومة لها وهو إيه؟ أحسنت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد وراهنه درعا من حديد فطبعا ما كانش في حالة سفر يهود من يهود المدينة فدي في حالة حضر وبالتالي يفهم من الحديث أن القيد بالسفر لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب أما الأحكام متعلقة بالرهن أولا ليصح رهن ما لا يجوز بيعه يعني قاعدة أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها والعكس كل بيع جاز بيعها جاز رهنها فما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه مثل الوقف هل الوقف شيء موقف لله سبحانه وتعالى أو موقف على كذا أو كذا هل هذا يصح رهنه لأنه ما فيش معنى للرهن لأنه إذا حل الأجل ولم يستطع أن يسدد حيبيع الشيء موقف محبوس يمنع شرعا من أن يباع مثلا العين المرهونة نفسها في عين مرهونة هل يصح جعلها رهنا هي أصلا مرهونة فلا يصح أن يجعلها رهنا لأن هذه التي سوف يستوفى منها الدين في حالة الإخلال مثلا يرهن كلب لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه الكلب فكذلك لا يجوز رهنه يقول لا يصح رهنه ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ولا رهن ما لا يملك ليجوز إنسان أن يرهن شيئا هو لا يملكه ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته ثالثا أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن طبعا فيه مصطلحات لابد أن ننتبه لها هنا في هذا الباب باب الرهن فالشخص اللي هو مالك العين مالك العين المرهونة اللي هو المدين هو بيدينه حاجة بيرهنها ذهب مثلا مقابل ما حيقرده المبلغ من هذا المال فمالك العين هذا يسمه راهن طيب صاحب الدين بقى نفسه اللي هو بيحبس العين تحت يده نظير ديني هذا يسمى المرتهن المرتهن طبعا العين المرهونة تسمى راهن نعم فليس للراهن ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن خامسا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا يجوز له أن يركب المركوب أو يحلم المحلوب إذا أنفق عليه هو حكم منطقي جدا لو هي دبة محلوبة تدل لبنا فهي طبعا كائن حي فيحتاج للطعام والشرب والقوت والعلف فمقابل أنه بينفق عليها أثناء فتت الرهن فله أن الغرم بالغرم فيجوز له أن ينتفع بإيه؟ بلبنها كذلك إذا كانت مركوبة له أن يركبها مقابل أنه بينفق عليها فإذن عقد الرهن يقصد به لاستيثاق وضمان الدين وليس المقصود منه لاستثمار والربح وما دم ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن ولو أذن له الراهن لأنه قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونة والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونة وعالذي يركب ويحلب النفقة وعالذي يركب ويحلب النفقة سادسا المرهون أمانة في يد المرتهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي فإذا حل الدين الذي به رهن واجب على المدينة سداده فإذا امتنع أجبره الحاكم وده نقطة مهمة جدا هو مش بيبيعها بنفسه شوف دقة الفقهاء إذا امتنع من الساد يرجع للحاكم واضح فإذا امتنع أجبره الحاكم فإذا امتنع هدسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته أما الباب الخمس فهو يتعلق بالسلم والسلم أيضا يقول هنا في تعرفه السلم والسلف بمعنى واحد السلم والسلف ما معناها بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمان مقدم يعني هو بيع موصوف في الذمة واضح يعني المعظم يبيعوا بيع ممكن تأخذ السلعة ما تدفع المال في الحال وإما بتدفعه ايه بعده أجل والسلعة حاضرة بيع السلم بعض فقاء اعتبروه استثناء من قاعدة عدم جواز بيع ما ليس عندك كما سنبين إن شاء الله وطعا فالسلم المعجل هو الثمن والمؤجل هو السلعة طيب لما السلعة غير موجودة والمفروض أننا يكون المبيع من دمن شروط المبيع ايه معلوما مش قلنا خمسة ميم وطاهرا طاهرا يعني طاهرا منتفعا بيه مملوكا لبيعه مقدورا على تسليمه الاخرى فالسلعة غير موجودة طيب ازاي العقد يا صحة والسلعة نحن لا نراها بالوصف لابد من ضبط صفاتها بنتهى الدق ضبط الصفات ها فإذا هو بيع موصوف في الذمة فالدين هنا عبارة عن ايه الدين هو السلعة نفسها والثمن بيكون يدفع كله عاجلا يقول بيع سلعة آجلة السلعة هي الأجلة متأجلة موصوفة في الذمة متكونش عينا مش موجودا بثمن مقدم تعريف اخر هو ان يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة الى اجل هذا نوع من البيع ينعقد بما ينعقد البيع ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع وهو جائز بالكتاب دخولي في عموم قولي تعالى يا أيها الذين أمانوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا دين ولغض يصلح للسلم ويشمله بعمومه أيضا السنة ذلت على مشروعيته كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين السنة والسنتين فقال صلى الله وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وهذا متفق عليه أما الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز أيضا هناك استدلال بالاعتبار أو بالعقل وذلك لأن المثمن في المبيع السلعة أحد عواضي العقد فجاز أن يثبت في الثم كالثمن كما جوز أن الثمن هو الذي يتأجل السلعة يكون حضرة ما الذي يمنع العكس أن الثمن يكون مقدما والسلعة هي الغائبة ولأن بالناس حاجة إليه فحصل استثناء من بيع ما ليس عندك هنا توسعة على الناس لماذا لأن أرباب الزروع عشان كيف يسمونه ساعت بيع المحويج بيع المحويج كلا الطرفين محتاج أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمن يعني صاحب الأرض مثلا يريد أن ينفخ على الأرض عشان تزقي إذا معهوش فعايز أموال محتاج أموال عاجلة دلوقت عشان ينفخ على نفسه على أسرته على أولاده وفي نفس وفي نفس الوقت عشان إيه ينفخ على الأرض وعلى الزراعة فأصحاب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها وعلى أنفسهم لتكمل وقد تعوزهم النفقة وفي نفس الوقت صاحب الشخص اللي هو المشتري السرعة أو الزروع أو كده محتاج لها في الوقت اللي حدده الأجل بسعر أرخص لأنه أكيد لما يدفع مقدما بيكون السعر إيه أقل من سعرها في الموسم لما تحصد فهنا فيه منفعة ومن ساعتها يضمن وحيشتريها بسعر إيه أقل ومحتاج للسلعة دي في هذا الوقت فإذن جوز له مسلم ليرتفقه فيه تمادل منفعة ويرتفق المسلم بالإسترخاص انتبهوا جيدا في فقه السلم فيه مصطلح مهم جدا انتبهوا ليه أو المصطلحات هذا التعامل يعني الشخص المشتري بيسموه المسلم ساعات بعض الناس بي لخبطوا الدنيا بيختختار بكلمة المسلم يعني إيه ضد الكافر لا هنا في الباب ده بالذات لازم تنتبه للمصطلحات فيبقى المشتري اسمه إيه المسلم اسمه فاعل من أسلم أسلم يعني أسلف وهذا هو رب السلم يسمى رب السلم اللي هو المشتري اللي هو بيدفع الفلوس يبقى المشتري يسمى المسلم الباع المسلم إليه لو صاحب الأرض مثلا فده اسمه المسلم إليه طيب المبيع المسلم فيه المسلم فيه طب الثمن رأس مال السلم الفلوس اسمه رأس مال السلم عشان كده بيقولوا إيه مثلا في مسألة من المسائل لازل واحد يبقى فاهم بالسيعة يقول لك إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما لو واحد مش فاهم الكلام ده هي لخبة الدني إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما إيه الحليب يبقى إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر يعني اشترى منه الخمر إلى إيه بالسلم يعني ثم أسلم أحدهما اعتنق الإسلام فكروا فيه عبنائي جواته ولا في حد عنده جواب طيب طيب ماشي يبقى لازم تفترض الحالتين إن المسلم هو المسلم أو المسلم هو النصراني والعكس يقول الحكمة من مشروعيته وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا لنفقه في إصلاح أرضه وزراعته وكمان في نفقة أولاده ولا يجد من يقرضه فيقبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه والسلم من البيوع الجائزة مستثنا من ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك كما ذكرنا يسمونه بيع المحويج الاتنين محتاجين فإن صاحب رأس المال صاحب رأس المال اللي هو مين بقى المسلم المسلم فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة وصاحب الثمرة اللي هو المسلم إليه محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقها عليها فرهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية من المصالح الحاجية أما شروط السلم فالسلم نوع من أنواع البيع لذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع يضاف عليها الآتي أولا أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع إذن هذا هو أول شرط من شروط السلم أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة يبقى أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات يعني الأنواع الأنواع التي تباع وتضبط والمهدوء المقصود إيه من أن ينضبط بالصفات لأن الصفة هنا تقوم مقام الرؤية السلعة المتكون حضرة أنت بتشوفها والعلم ديها يبقى بالحس أما هنا فكيف نعلم بها وهي أصلا معدومة عن طريق ضبط الصفات والهدف من ذلك منع الاختلاف في ساعة التسليم يقولوا لا مش متفين على كده يقولوا لا دا احنا ضبطناها طمر مثلا من نوع معين والتفاصيل اللي هي المعروفة مما يمتنع الخلاف فيه إذا وصفت ويمكن تمييزها عن غيرها إذا وصفت بصفتها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي اختلف الثمن واختلافها ظاهرة انتبهوا جيدا هو الشرط ده شرط نظري يعني أن يكون المسلم فيه قابل لأن ينضبط بالصفات فيه شرط ثاني بعد كده عملي اللي هو ايه أن تضبط صفات المسلم فيه هو مبني على القبل واضح لكن فيه واحد من أولا لازم يكون المسلم فيه قابلا لأن ايه ينضبط بالصفات يبدين الشرط شرط ثاني تطبيق بقى أن يتم ضبط الصفات واضح الآن الشرط الثاني يكون هنا معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي فليصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا وهنا لابد من معرفة مقدار المسلم فيه إذا كان مكيلا فبالكيل مثل الحبوب والتمر الآخرة بالوزن إذا كان موزولا بالعدد إذا كان معدودا ممكن البطيخ أو بعض الأشياء بتتطبيق بالعدد فلازم تطبط المذرع بالذرع اللي هي المذرع القياس زي الثياب المذرع بالذرع بالقياس هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له هذا الشرط التطبيق يعني أن يضبطه بصفاته طبعا الهدف من الضبط كي لا يقع التنازع أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها غاهرا فإن المسلم فيه اللي هي السلعة عوض بالذمة فلا بد أن يكون معلوما بالوصف الثمن ولأن العلم شرط في المبيع وطبيقه إما الرؤية وإما الوصف والرؤية ممتنعة هنا لأن السلعة ليست عينا لكنها موصوف بالذمة فتعين الوصف طبعا فيه أوصف متفق عليها بين الفقهاء وأوصف مختلفين الأوصف المتفق عليها مثلا الجنس والنوع والجودة أو الرداء الجنس هي مثلا هي وماشي النوع بتقول بقى كتان أو قد بتاع أنهي بلد لازم تحدد البلد لأنه بتختلف من بلد لغيرها الطول والعرض الصفاقة والرقة الغلط والدقة النعومة والخشولة الجنس أولا ثم النوع ثم الجودة أو الرداء تبا دي صفات ثلاثة متفخ عليها صفات مختلف مهمة جدا أنه بيقول إيه بيقول أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا ظاهرا ده يفيد أنه لا يجب أن يتم استقصاء كل الصفات لا الصفات التي تعمل فرق الثمن أو في الجودة إلى آخر طيب الصفات التي تعمل فرق في الظاهر لكن ما يتمش استفاء كل التفاصيل الدقيقة لأن ذلك يتعذر ولأننا إذا ضيقناها جدا على الناس بالصفات في غاية الدقة مبالغ فيها ينتهي الحال إلى تعذر التسليم حيتعذر التسليم التسليم المسلم فيه إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل أو عند المحل بتلك الصفات كلها فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرا ولو استقص الصفات حتى انتهى إلى حال ينظر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع من ذلك وده حيكون واضح إن شاء الله وتعالى في الشرط اليأتي الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له رابعا أن يكون دينا في الذمة أن يكون دينا في الذمة يعني لا يكون عينا حضرة لأن العينية تنافي الدينية إزاي دين في الذمة وهو موجود لا مدة قمسا أن يكون مؤجلا مؤجلا يعني إيه أجلا معلوما بالأهلة أجلا معلوما بالأهلة أجلا معلوما بالأهلة يبقى أن يكون مؤجلا أجلا معلوما مؤجلا ذي إشارة إلى عدم صحة السلم الحالي السلم الحالي اللي هو يعمل سلم مع حضور ما يبيعه حالا بالذمة يعني السنع موجودا يبدأ سلم حالي فهنا الشرط ذا أن يكون مؤجلا إشارة إلى إيه أنه ما يكونش حالا معلوما لقول تعالى إذا تدنيتوا بهذه إلى أجل المسمى وقول الرسول السلام إلى أجل معلوم بالأهلة بالأهلة لأنها هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن عند الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وطبعا شهرا هلاليا لقول تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج الشرط السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين هذا بينا الشرط السابع أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد هذا الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما وإلا بطل العقد نبدأ أن يكون كل المبلغ يدفع كاملا نقدا من ذهب أو فضة أو ما ينوب عنهما من عملة كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة ويقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح للباب بيع الدين بالدين وهو بيع محرم بيع الكالئ بالكالئ من فش تبيع دين بدين فلو المبلغ في مجلس التعاقد يتأجل هو كمان يباع دين بدين السلعة دين والفلوس كمان دين وهذا منهي عنه فلابد من القبض الثمن كاملا من فش يدفع جزء ويأجل جزء الثاني لازم في مجلس واحد قبل التفرق أن يقبض الثمن كاملا معلوما الشرط الثامن كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر ده اللي بيعبر عنه العلماء بشرط إيه أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله أن يكون المسلم فيه اللي هي السلعة عام الوجود في محله يعني ايه عام الوجود يعني في موسمه نبود يكون في الموسم بتاعه فكلمة عام الوجود معناها أنه يكون مأمون من قطاعه حتى يسهل التسليم في الموسم يعني لما درشه هو حصل حاجة عنده هيقدر يجيب من مكان ثاني في محله المحل المخصوص فيه المحل المحدد للتسليم لأنه إذا كان كذلك أم كان تسليمه عند وجوب تسليمه فطبعا لو كان السلم المسلم فيه مش منوسم بتاعه يتفع إنسان المهول وفي وقت يكون ايه مش موسم الخصري في هذه الحالة حيكون ده نوع من ايه من الغرر من الغرر عدم القدرة على تسليمه هذا غرر وهو أصلا عقد السلم أصلا فيه غرر لكنه عفي عنه تيسيرا على الناس فمش مستحمل بقى غرر كمان زيادة واضح هو أصلا أبيح مع ما فيه من الغرر كستثناء لحاجة الناس إليه فما يحتملش مزيدا من الغرر بأنه يعني يبع له مثلا البرتقال في الصيف أو البطيخ في الشتاء هو ده موسمه فما فيه احتمال ما يعرفش يوفي فهنا يبقى فيه من الغرر فالموضوع لا يتحمل مزيدا من الغرر فلابد أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله يعني في الموسم بتاعه فالسلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر لألا يكثر الغرر فيه لا يجوز أن يسلم فيه ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه أو لا يوجد فيه إلا ناذرة لذلك هيفتح باب ممكن الناس يحصل بإنها شقاق ونزاع يعني زي ما قلنا برتقال ممكن يتفع أنه يسلم لول برتقال في الصيف كذلك مثلا لا يصح في رطب في الربيع ولا عنب في الشتاء إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم إليه أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل أثمار تلك السنة فالمسلم بالخيار بين أن يصدد إلى أن يوجد ويطالب به وبين أن يفسخ العقل ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا قيمته هذا فيما يتعلق بفقه السلام أعتقد أنه يمكن أن أخذ وقتا يسيرا في قضية أزمة الاقتصاد العالمي بمناسبة الكلام على موضوع الربا لكن حقيقة الدكتور فضل إلهي تكلم في قضية الربا بكلام في غاية الرواع يعني كتاب التدابير الوقائية من الربا في الإسلام من أرواع الكتب التي تدرس في الربا لأنه نظر لنظام الاقتصاد الإسلامي نظرا في غاية الشمول والاستعاب واستعمل كل أنواع الأدلة يعني المقنعة في هذه القضايا وتصفيع تدرس معظم البيوع في داخل هذا الكتاب موجودة في أحكام البيوع وإحنا درسنا بكذا زمان من وقت بعيد وطبعا بدل من نقول العنوان التوحيد ده أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي للدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير السشري في المعاملات المالية الشرعية ممكن نسميها النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل الاقتصاد الإسلامي هو الحل هختصر طبعا الكلام عشان من تقول لكن هو بيقول تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي من قبله بالنهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيمه مبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بالنهياره لأنه يقوم على مفاهيمه ومبادئ تتعارض مع سنن الله عز وجل ومع القيم والأخلاق كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية اللي هو النظام الفوائد القروض والاقتمان والتي يرونها كبراء الاقتصاد أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض اللي هم المقترضين على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة يتساءل كثير من الناس ما أسباب الأزمة المالية العالمية وما أسباب إفلاس الجنود التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء هي حرب حرب يعني هل للبشر قبل بحرب يعلنها الله ورسوله عليهم فإن لم تفعلوا فأذنوا إعلان إعلان حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله وذلك دائما الربع عقبته إلى قلة وذلة قلة وذلة دائما شؤن الربع ولو جماعة يعني سألتم من الناس الاقتصادين الكبار عندهم النمازج وخصص لا تنتهي ممن طغوا وبغوا وأرادوا الاستكتار عن طريق الربع فكانت العقبة إلى قلة ومحط بركة ما هي أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء ما هي أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التي تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة هل هناك توقعات لكساد عالمي جديد تقوده الرأس مالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد هذه التساؤلات يعني يحاول أن يجيب عنها هنا يقول لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في ظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ كما أحدثت للحكومات الخوف على علوشهم وبدأوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج بيذكر بعض مظاهر الأزمة على سبيل المثال أولاً الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جمان وهذا ما تناولته كالات الأعلام المختلفة قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها نقص السيولة المتدولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفي كافة نواحي الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم حرب انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً في مؤشرات الهبوط والصعوب انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلبة انخفاض المبيعات لا سيما في خطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعمل مهدداً بالفصل ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس طبعاً نشرات الأخبار بتشرح هذا كلام كل يوم شركات التيران والسيارات وكذا وكل بيعلن هذه الأشياء إذن ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة؟ إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم فتصور الشيء تصوراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعي الرصير يقول علماء الاقتصاد العالمي ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس أليل يقول إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصور تصويباً عجلاً كما تنبأ العديد من الرجال الاقتصاد الثقاط أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه من أسباب هذه الأزمة على حد أرى أولاً الاقتصاديين أولاً انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي صد خال تمام من الخلق خال من الرحمة خال من التكافل بالعكس يقوم على الاستغلال والكذب والشائعات المؤرضة والغش والتجليس والاحتكار والمعاملات الوهمية وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم أي ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم ثانياً من أسباب الأزمة أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاء والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم وأصبح المال هو معبود الملايين ثالثاً يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذاً وإعطاءً ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعًا ووساطةً وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواءً لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ويرى بعض الاقتصادين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً يرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما قاله آدم سميث يلقبوه إلى أبو الإخصادين أبو الإخصادين هم يلقبونا وكذا هو اللي يقول كلامنا ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخصار لأنه يحقق الاستقرار والأمن وقالوا كذلك إن النظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة رابعاً يقوم النظام المالي والمصرفي التقديدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى أو استبدال قرض واجب السماد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون في الجاهلية أتقضي أم تربي وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترب المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى خامساً يقوم النظام المالي العالمي والنظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية وراقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض وعندما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ينهار كل شيء وتحدث الأزمة المالية سادساً من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين لأنهم المحتاجين إلى القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ويطلبون عملات عالية في حالة وجود مخاطر الذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترب المدين الذي لحولنا هو لقوة وهذا ما حدث فعلاً وهذا يقوده في النهاية إلى الأزمة سابعاً يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد لا يسموها في النتجارية السحب على المكشوف السحب على المكشوف التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد السحب على المكشوف والتي تحمل صاحبها تكاليفة عالية وهذا من أسباب الأزمة وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية يزاد له في سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حامل هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سبباً في أزمة في بعض البنوك الربوية يقول حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالي العالمي والذي أصيب بجلطة خطيرة ونزيف داخلي في مخه أدت إلى شلل في أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادي ومن آثار ذلك السيئة ما يليه أولاً الضعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعاً منهم على سبيل المثال الحكام والرؤساء والوزراء ثانياً أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية أصحاب مؤسسات الوساطة المالية أصحاب الوداع في البنوك والمصارف وغيرها المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الوداع المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار الموظفون والعمال المهددون بفقط ورائفهم نحن كل بنشرح فأذنوا بحرب من الله ورسوله كل كامده مراهر الحرب من الله ورسوله عليه السلام والسلام الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذي يسري في الحياة الاقتصادية ثانيا إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهيار تام للحياة الاقتصادية وتقع الدولة في دائرة الإفلاس ضخ الملايين والبلايين ثالثا إفلاس بعض الشركات التي كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الهتاجية كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التي معها وهذا سبب خللا في التدفقات النقدية لها رابعا فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالب الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات لاستثمارية الجديدة خامسا قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز في ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانيات الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الوذاع أو نحو ذلك سادسا فقدان المقترضين لأصولهم ومنازلهم والمرهونة بسبب القروض وأصبحوا في عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين يتساءل كثير من الناس ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكمها يقول لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد دفعا بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته وتطبيقته والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كانت بسبب غياب تطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه ونظمه ثم يذكر قواعد أو ضوابة الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد أولا يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق فأول ميزة للاقتصاد الإسلامي أنه نظام أخلاقي لدوابط أو منظومة قيمية أخلاقية بخلاف النظام الرأس مالي من هذه الأخلاق الأمانة المصدافية الشفافية البينة التيسير التعاون والتكامل والترامل فالاقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل تعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجسع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل ويعتبر الاتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يثاب عليها المسلم وطبط سلوكه سواء أكان منتجا أو مستهلكا بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة ثانيا يقوم النظام المالي والاقتصادي والإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسار وعلى التداول الفعلي للأموال والمشتعام الوهن زي اللي هو أدى إلى خراب الإقصاد العالمي لكن لابد يكون تداول فعلي للأموال والموجودات ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة ومبدأ الغنم بالغرب والدفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد وهذا يقلل من حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائما وفريق خاسر دائما أبدا في نظام الاقتصادي الإسلامي لازم يكون فيه مبدأ المخاطرة بل هناك المشاركة في الربح والخسار وده يتم بأن تكون الفائدة صفرا يعني مفيش ربك أنا أوصي طبعا لو استطعت أن ترجعوا إلى تراث الأستاذ الدكتور عيسى عبده رحمه الله وتعالى أستاذ اقتصاد الإسلامي العالمي رجل الشخصية عالم اقتصاد رائع وكان له دور كبير جدا في الصحوة الإسلامية في السبعينيات له أشرته وله كتب طبعا قيمة جدا وتناول خصائص اقتصاد الإسلامي لطريقة رائعة جدا يقول لقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي تقوم على ضوابط شرعية من هذه العقود سيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقة ونحو ذلك يجب أن الناس يسألوا عايز يعجزك عشان يحصرك كل حاجة متقفلة في وشه ما فاضلش جري البنك بس إنه اقترض بالربا أو إنه يشترك بالربا ناس كتير يجي عشان يعجزك يجيب لك السؤال كل ما تقول له مخرج يسدها في وشك ما قدرش ده امرأة أرمالة والمال ما تعرفش تستثمره يعني كأن الإسلام حرم علينا كل شيء في حين الحقيقة خلاف ذلك ده هو كل شيء حلال معدى دوائر ضيقة جدا الحرام ضيق بس الناس خلت على الكسل ما حدش عنده همة إنه يعمل وينشط ويفتح بيوت للناس لكي تعمل عايز استثمار المال بدا إيه جهد فأنا دائما برد على الناس بقوله أنا مش خميل في الاختصاد أنا بديك الحكم الشريع أنت بقى طبق وابحث عنه لأن الحلال كتير جدا لما تيجي تعدد المعاملات الحلال في الشريعة عشرات من الأنواع من المعاملات والشركات وكذا وكذا فالمهم أنك توارفق الشريع الشريف في المعاملة وتختار الشخص الأمين ماشي يختار شخص أمين لأن الخيانة كتير جدا في هذا العصر أو عدم الكفاءة فكما قال عمر ما خان أمين قط ولكن أنتم من غير أمين فخان فالمشكلة بتيجي دائما أنك تضع الأمانة في من لا يستحقها لكن إذا كان أمينا فعلا فإنه لا يخونه أبدا على أي رحوان ده حديث آخر يقول فالعقود الشرعية كثيرة جدا مثل التمويل بالمضاربة المشاركة المرابحة طبعا الحلاليان الاستصناع سلم الإجارة المزارعة المسخاء إلى آخر هذه المعاملة كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض لفائدة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية فلذلك حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تكون على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة ولقد كيف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهية عنها شرعا وقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعصرة هو نظام المشتقات المالية لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرض الأخلاق كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية الذي تعاملوا بمثل هذا النظام وما حدث في أسواق دول شرق أسيا ليس عنا ببعيد النمور لما انهارت أيضا من كم سنة رابعا لقد حرمت الشريعة الإسلامية كفة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل قصم الأوراق التجارية وقصم الشيكات المؤجلة السادات كما حرمت نظام جدوانة الديون مع رفع سعر الفائدة ونهى رسول الله صلى الله وسلم عن بيع الكالب بالكالب هو بيع الدين بالدين ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية المعصرة هو قيام بعض الشركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون مما أدى إلى اشتعال الأزمة وهذا ما حدث فعلا يقوم النظام المالي والاقتصادي والإسلامي على مبدأ التيسير على المقترد هل هناك شخص غالبان مثلنا يمكن أن يذهب إلى بنك ويقردوه؟ ليس ممكن البنك يقرد الغلمة؟ لا، يجب أن يأخذ منك ضمانات بأرض أو أي شيء يجب أن يقرد ضمانات المفرغات المرتبة إلى آخر يمكن توجد بعض أنشطة خيرية لكن مش هي الأصل يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترد الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية يقول تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي الاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض لفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وترده لا يرتب فيه إلا ولا دمه وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك تبين من تحليل أسباب هذه الأزمة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية أولا نظام الفائدة الربا على الودائع ونظام الفائدة على القرض نظام التجارة بالديون أخذا وإعطاءها نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل نظام بيع الديون نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ كما تبين من مفاهيم وخواعد وضوابة النظام المالية والاقتصادية الإسلامية ومؤسسته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الرباوية على القروض والاعتمان وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائم على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في إطال قاعدة الغنم بالغرم كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشعاد والاستغلال وأكل أموال الناس بالداطل وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية خلاصة الكلام هي في قول الله تبارك وتعالى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى يمحك الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ويقول الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكي لا يدخل الناس في حرب مع من لا قبل لهم بحربه نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذبوا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يقول تعالى يمحك الله الربا ويربي الصدقات فالله لا يحب كل كفار أثيم أقول خول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهدوا أن لا إله لأن أستغفر كتولي ترجمة نانسي قنقر